معك محمد يعني موسكو تبحث عن أسواق جديدة في آسيا هي تصدر بفعل نفط إلى الهند والصين بأسعار يعني منخفضة هل هي تبحث عن أسواق جديدة في آسيا وما مدى قدرتها على ذلك أيضا صحيح تبحث وقد وجدت الكثير أو وجدت إلى أين يمكنها أن تبيع الكثير من غازها الذي لم يتوجه إلى أوروبا زادت مبيعات الغاز إلى الصين من يناير إلى أغسطس الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بستين في المئة ستين في المئة هي يعني تقريبا أو نسبة كبيرة جدا مقارنة بزيادة في أي اتجاه آخر ويقول خبراء الطاقة الروس بأن طلب الصين على الغاز الطبيعي سيكون كبير جدا وأنه في الأعوام القادمة ستستهلك الصين أربعين في المئة من استهلاك الغاز العالمي إلى هذا السوق أو تنظر روسيا في تحويل صادراتها من الغاز بعد أن اتفقت دول السبع الكبار لوضع حد لأسعار النفط الروسي قررت روسيا بأن توقف بشكل كامل صادرات الغاز عبر نورد ستريم واحد أو السيل الشمالي واحد والأعين الآن متوجهة نحو الشرق ليس فقط اقتصاديا بل وسياسيا وجيوسيا وفي جميع المجالات الأخرى ولكن الاقتصاد ربما أساس هذا التوجه إلى الهند تصدر نفطها وكذلك إلى الصين وبدرجة كبيرة الآن إلى الصين تقوم بتصدير الغاز إلى أي درجة هي مستعدة فعلا تحدث عن هذا الأمر رئيس شركة غازبروم الذي قال أنه بالإضافة إلى قوة سايبيريا واحد هناك خط مشروع يسمى سيوز وستوك أو سيوز الشرق الذي سيوصل الغاز إلى الصين بالإضافة إلى مشروع يقوم بوصل شبكة الغاز الموجودة في أوروبا وحقول يمال التي كانت تدخل الغاز إلى أوروبا بأن يقوم وصل هذه الشبكة بالشبكة التي تصدر الغاز إلى الصين وبالتالي سيكون بالإمكان تصدير الغاز من حقول يمال التي كانت تغذي أوروبا إلى الصين هذا ما تحدث عنه ميلر رئيس شركة غازبروم في اليوم على هامش منتدى فلاديفا ترجمة نانسي قنقر